اهلا وسهلا حبائي في تأملات في انجيل يحنى وبالتحديد المسيح في انجيل يحنى سلسلة دراسية نتأمل فيها في شخصية المسيح اعماله وانجازاته شخصيته ارساليته لاهوته ومجد عظمته شفنا في الاصحاحات اللي فاتت حدثة شهيرة اصحاح 11 بالتحديد حدثة اقامة العازر اللي عملت ضجة كبيرة واقاموا بعد اربع تيام من الموت بعد ما انتن والحادثة دي سببت ضجة كبيرة وجمع كتير امنوا بالمسيح فاليهود اضطربوا ويبتدوا يحيكوا لمؤامرات عشان يخلصوا ويتخلصوا من المسيح في اصحاح 12 هنشوف حدثة مميزة جدا هنشوف مريم اخت العازر بتقوم بعمل في منتهى الجمال والروعة عمل تعبودي فيه نزلت عند رجلين المسيح دهنت قدمه بطيب ومسحت بشعرها قدمه في منتهى الروعة هنتأمل في بعض الافكار الحلوة اللي تفيدنا في حياتنا العملية مع الرب بعد الحزار اذا وصلنا حباء الى اصحاح 12 من انجيل يحنى واللي فيه مشهد في منتهى الروعة والعظمة من جهة تكريس ومحبة خالصة للمسيح من مريم اخت العازر اللي اقام المسيح لكل المجد بقوة سلطانه من الموت اللي هو اخوها طبعا بعد اربعة ايام بقى من موته ومن الملفت اننا هنشوف بعد لحظات في الاصحاح ده منتهى الحب والتكريس للمسيح وايضا منتهى العداوة على النقيد من جهة اخرى والبغضة من رؤساء اليهود والكتبة والفرسين شيء ملفت شيء بيهزنا من جوه في تكريس كامل وايضا عداوة وبغضة كاملة كان المسيح جالس على الارض طبعا معزوم عند العازر بعد ما اقامه من الموت مع مرتا ومريم والمعازم كتير جالس على الارض الرب طبعا بحسب التقليد على العشاء عملوله وقبة وليمة كبيرة تكريم ليه كضيف الشرف وكالعادة في الوقت ده كانوا بيجلسوا واقدامهم ممدودة بعيدا يعني بيتكئ فبيفرد رجله كده بعيدا عن التربيزة وده سهل الامر على فكرة على مريم انها تدهن قدمي المسيح بزيد النار الدين اللي هو كثير الثمن وبيقول الوحية ان طيب النار الدين خالص كثير الثمن لدرجة انه يعادل اجره سنة كاملة او بالاحرى ثمنه يعادل اجر سنة كاملة لواحد عامل عادي والنار الدين على فكرة كان بيستخدم عادة لمسح الملوك ومريم استخدمت النار الدين ده عشان تمسح المسيح باعتباره ملكها وربما زي ما قال الرب نفسه انها عملت كده عشان تكفيني احبت كفيني بنظرة طاقبة للمستقبل انه محدش هيكفينه فهي كانها هي هتقوم بتكفينه نيابة على البشرية بروح التعبد الشغل ملفت على فكرة ان يهود اللي كان منشغل بالمال وبسرقة الصندوق قال كلمات تبدو فيها تقوى عشان يخفي دوافعه وتصرفاته الشريرة كان المسيح طبعا يعلم كل اللي بيجرى جواه لكنه ما قالوش حاجة على فكرة ما قالوش حاجة في الحال وهنا عايز اذكر نفسي وكل واحد بيسمعني اننا لما بنختار اوقات طريق الخطيئة طريق العصيان طريق البعد ربما الرب ما بيعملش حاجة مباشرة ووقتية في الحال عشان يردعنا لكن ده مش معناه انه راضي على فكرة على اعمالنا وموافق على تصرفاتنا لكن بيدينا مهلة ان احنا نفكر ونعيد التفكير وتصحيح المصهر على فكرة عايز اقول كمان انه رد المسيح للتلاميذ واليهود بالذات بالدفاع عن مريم كان مفروض يعلمهم درس مهم عن قيمة المال واهمية العطاء بزخاء للرب ومن اجل عمل الرب حتى ولو كان بطريقة يعتقد البعض انها مسرفة لكن للأسف ما انتبهوش لا يهوزة ولا التلاميذ لكلام الرب وسرعان ما ذهب طبعا يهوزة وراح باع سيده بتلاتين من الفضة بعد الحدثة دي في الختام عايز كلمة تحذير لينا كلنا احباي شايفين ازاي احباي انه تسبب عمى رؤساء الكهنة وقصاوة قلوبها قلوبهم انهم ينحدروا في الخطية والرغبة في الانتقام وارتكاب جريمة قتل مش بس للمسيح لكن عايزين يقتله العازر اللي هو يعتبر الدليل المعجزة العجيبة اللي قام بها الرب يسوع المسيح تأمروا على قتل العازر نفسه وهكذا بنشوف الخطية بتتجلى في ابشع صورها بتجلب خطية ورغطية غلط ورغلط والشر بيفرخ شر ارادوا ببساطة تخلص من العازر لانه مثل حي ودليل قاطع على قوة يسوع وسلطانه على الموت وقدرته على اعطاء الحياة فارجو نحن نتحذر يا حبائي من هذا الميزان الحلزوني للخطية وفعل الشر الشر بيجيب شر والخطية بتجيب خطية خطية صغيرة بتجيب خطية كبيرة وهكذا بشكل حلزوني افضل حل لمشكلة الخطية يا حبائي هو انك تتوقف عنها تعترف بيها تتوب عنها بصدق وتطلب المغفرة من الرب وتطلب المغفرة كمان من الطرف المساء ليه اذا انت أسأت لحد تروح تكون عندك الشجاعة الأدبية انك تروح تقول له ناسف اخطأت في حقك كمان تتغير الاتجاه يعني مش بس تعتزل لكن يكون عندك الرغبة انك تغير الاتجاه ويسعدنا ربنا انا بكلم نفسي وبكلم كل حد بيسمعنا النهار ان نتعلم الدرس ده والدروس القيمة دي المهمة من كلمة الرب ونتطاعز باسم يسوع ويسعدنا الرب بروح القدس ناخد العمق الروحي لكل رسالة بتتقدم لنا من كلمة الله ربنا يبرككم وشوفكم في الحلقة القادمة